معركة مونت كاسينو واحدة من أشرس المعارك اللي خضع الحلفاء ضد قوات المحور في إيطاليا خلال الحرب العالمية التانية قبل ما نبدأ عايزين نعرف سبب اندلاع الحرب دي وأهمية إيطاليا فيها الحرب العالمية التانية بدأت سنة 1939 لما غازت ألمانيا بقيدة أدولف هتلر بولندا وأعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على ألمانيا فانضمت جنب ألمانيا دول تانية زي إيطاليا واليابان ورومانيا والمجر وغيرهم وشكلت تحالف تسمى المحور وانضمت لجانب فرنسا وبريطانيا دول تانية زي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين وشكلت تحالف اسم الحلفاء فانتشرت الحرب في جميع عن حق أوروبا وآسيا وأفريقيا واستراليا وأمريكا وأصبحت حرب عالمية كانت إيطاليا دولة مهمة في الحرب دي كانت حاليف قوي لألمانيا وعندها طموحات استعمارية في أفريقيا والشرق الأوسط فكان زعيم إيطاليا هو بديده موسوليني هو ديكتاتور فاشي كان بيسعى لإقامة إمبراطورية رومانية جديدة وشاركة إيطاليا في غزو بلدان زي فرنسا واليونان وأسيوبيا لكنها تعرضت لخسار كبيرة في المعارك ضد الحلفاء وكمان تعرضت لقصف جو من الطارات البريطانية والأمريكية دمرت معظم مصانعها الحيوية سمعت إيطاليا في الحرب كانت إنها جيش ضعيف لكن الحقيقة أن الجيش الإيطالي كان ضحية التدريب الضعيف وديه مسؤولية القيادة لكن فيه فرق إيطالية شديدة القوة والخطورة في ميدان المعارك زي فرقة القمصان السود اللي كانت من النخبة لكن إيطاليا ما قدرتش برضو إنها تنتج مدرعات مكافأة الحلفاء هالألمان واليابانيين أو أعدائها من المعسكر التاني فدخل لها الطرف الأضعف بجيش أغلب ويعتمد على المشافة فقط سنة 1943 دقاير مصير إيطاليا في الحرب وده لما أكبر الشعب الإيطالي موسوليني على التخلي عن السلطة وعملوا هدن مع الحلفاء لكن طبعا الكلام ده مع جبش هيتلر فأرسل قواته لإيطاليا الأخضاع وإقامة حكومة تحت قيادة موسوليني من جديد وبكده انقسمت إيطاليا القسمين قسم الشمالي تحت سيطرة المحور وقسم جنوبي تحت سيطرة الملك فيكتور أمانويل الثالث والحلفاء الحلفاء كانوا عايزين يحرروا إيطاليا من الألمان وفتح طريق لغزو ألمانيا من الجنوب وعشان كده شانوا عدة عمليات هبوط بحرية وجوية في جزيرة سقالية وجزيرة ساردينيا وجزيرة كورسيكا والشبه جزيرة ساليرنو والحلفاء كانوا عايزين يتقدموا شمالا ناحية العاصمة الإيطالية روما لكن كان في صعوبة كبيرة جدا في خط الدفاع اللي أقاموا الألمان على طول سلسلة جبال إبنين الخط ده بيعرف بإسباب خط جوستاف نسبة للرمز اللي استخدموا الألمان لإخفاء مخططاتهم فخط جوستاف كان بيتألف من ثلاث خطوط فرعية هو خط راينهارد وبيرنهارد وهيدلبرد كان خط راينهارد هو الأقوى والأصعب بينهم كان بيشمل موقع استراتيجي على قمة تل بيتسمى مونتي كاسينو وكان على الأعلى قمة التل ده دير أديم للقديس بينديكت اتبنى في القرن السادس الميلادي الدير ده كان بيعتبر محمي بقبل اتفاقيات دولية وكمان الألمان ما استخدمهوش كتير كقاعدة عسكرية لكنهم استخدموه كبرج عالي كمرصد لحركات الحلفاء وأقوموا مواقع دفعية قوية حواليه الحلفاء شنوا أربع حجمات رئيسية على خط جوستاف بين يناير ومايو و1944 لكنهم فشلوا في كسر مقاومة الألمان في كل مرة وتكبد الحلفاء خسار فتحة في الأرواح والمعدات وتعرضوا لانتقادات شديدة من الرأي العام والصحافة بسهب تدمرهم للدير التاريخي فكانت المعارك شديدة العنف والقصوة وشهدت مشاركة قوات من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات فبعض القوات دي كانت بتحارب عشان أسباب خاصة زي البولنديين اللي كانوا عايزين ينتقموا من الألمان بأي طريقة بسبب غزوهم لبلتهم أو الهنود اللي كانوا عايزين يحصلوا على استقلالهم من بريطانيا خط جوستاف كان يعتبر حسن صعب المنال لأنه كان مزود بألغام أرضية وأشلك شيكة وأبراج مرأبة ومباني محصنة وأنفاء سرية ومدافع تئيلة فكان الألمان بيستفيدوا من التضاريس الصعبة والتقس السيء اللي كانوا منعين تحركات الحلفاء وإمدادتهم فكان الألمان عندهم تكتيكات ذكية زي التظاهر بالانسحاب أو التخفي أو التخيير بالزي المدني أو استخدام الأسرة كدروع بشرية فكان قائد الجيش الألماني في إيطاليا هو الفيند مارشل ألبرت كالسبرج وهو يعتبر خبير في الحروب الجبلية الحلقة برعاية إيفست وهي شركة استثمار وتجارة عالمية بتقدم حسابات تداول إسلامية بعروض خاصة وخالية من الفوائد بنسبة 100% هسيب لك رابط التسجيل في وصف الفيديو لو أنت على يوتيوب وفي أول تعليق لو أنت على فيسبوك أو تيك توك بدأ الهجوم الأول على خط جوستافي 17 يناير 1940 وشارك في الجيش الأمريكي الخامس والجيش الثامن البريطاني وكانت خطة الحلفاء هي توجيه ضربة مستوجة على جبهتين جبهة غربية على طول نهر جاليريانو وجبهة شرقية على طول نهر سينجيرو والهدف هو فتحة ثغرة في قط الدفاع الألماني والتقاء الجيشين عند مدينة كاسينو واللي كانت بتقاء عند سفح مونتي كاسينو ومن هناك كان عندهم أمل أنهم يتقدموا ناحية روما لكن الهجوم ممشيش زي ما خطت لي الحلفاء فعلى الجبهة الغربية تعرضت قوات المشاوى والدبابات الأمريكية لإطلاق نار مكسف من المدافع والرشاشات والقناصة الألمانية واللي كانت مختبئة في التلال والوديان وتعطرت حركة الحلفاء بسبب المطر والبارد والضباب كل ده كان بيخل الرؤية صعبة جداً لوصول المساعدات من الجو وتمكنت بعض وحدات الحلفاء من عبور نهر جاليريانو لكنها ما قدرتش تتقدم أكتر من كده وعلى الجبهة الشرقية اتعرضت قوات المشاوى الدبابات البريطانية لصعوبات مماثلة برضو فكانت مسافة التقدم طويلة جداً وصعبة وكانت المنطقة محفورة بالألغام والأسلاك الشيكة وتعرضت قوات الحلفاء لهجمات مضادة من المدافع والطيارات والمضاليين الألمان واستمر الهجوم ده لمدة أسبوعين لكنه ما عملش أي نتائج ملموسة فشل الحلفاء في اختراب قط جستام أو حتى أن هما يلتقوا قواتهم في كاسينو أو في التغلب على مقاومة قوات المحور في مونت كاسينو فخسيراً حلفاء كانت حوالي 13 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير واضطروا أن هما يتوقفوا عن الهجوم والانتظار لحد ما تبقى الظروف الجوية أفضل من كده بدأ الهجوم الثاني في 15 فبراير 1944 وشارك فيه الجيش الخامس الأمريكي برضو بس المرة دي اشترت الجيش الفرنسي في الخطة دي وكانت الخطة هي توجيه ضربة مفاجئة على مونت كاسينو عن طريق قصف عنيف من الطيرات والمدفعية وكان الهدف هو تدمير مواقع المراقبة والدفاع الألمانية في الدير واحداث صغرة في خط جستاف علشان يتفتح الطريق لقوات المشاوة الدبابات علشان يتقدموا ناحية كاسينو لكن برضو الهجوم ما نجحش فعلى الرغم أنهم أسقاطوا حوالي 1400 طن من القنابل على مونت كاسينو إلا أنهم ما تمكنوش من إزالة المقاومة الألمانية ده على العكس سمحت قنابل الحلفاء للألمان بالانتشار على أنقاد الدير والتحصن فيه وقصف الحلفاء كمان أثار خضب وحزن ملايين من المساحيين حول العالم لأنهم اعتبروا تدمير الدير التاريخي ده جريمة حرب وفعلا كان في بعض قادة من الحلفاء كانوا معارضين للهجوم ده وأن تدمير الدير هيزيد من قوة المحور وبعد التدمير شنت قوات المشاوة الدبابات حجوم على مونت كاسينو لكنها تقابلت بإطلاق نار شديد من المدافع والرشاشات والقذاف المضادة للدبابات لأن الدير أصبح مكان شديد التحصين وتعرضت قوات الحلفاء لحسار كبيرة وما قدرتش أن هي تكمل التقدم أعلى التل بالرغم من أنها حاولت قوات فرنسية وأمريكية وبريطانية وهندية ونيوزلندية في إحداث اختراق لخط جوستاف من جهات تانية لكنها برضو فشلت واستمر الهجوم ده لحد 11 مارس 1944 أما الهجوم الثالث كان بعد شهر واحد من الهجوم الثاني وكان بنفس فكرة وتكتيك الهجوم الثاني بالزر وعشان يزيدوا فرص النجاح أمن حلفاء بإنشاء عملية تضليلية باستقدام قوات وهمية ومعدات وإشاعات مضللة الإقناع الألمان بأن الهجوم حيكون في منطقة تانية لكن برضو استمر الهجوم ده لحد 23 مارس 1944 لكن برضو عملش أي نتائج وتضف فشل جديد للحلفاء الهجوم الرابع والأخير على خط جوستاف كان في 11 مايو من نفس السنة وشارك فيه الجيش الخامس الأمريكي والجيش الثامن البريطاني والجيش الفرنسي والفيلق الثاني البولندي وكانت خطة الحلفاء هي توجيه ضرب وموسع على جبهة بعض 20 ميل بتشمل جميع نقاط طرف خط جوستاف والهدف هو فتح ثغرة كبيرة في خط الدفاع والتقدم ناحية روما الهجوم ده كان بيعتبر هو أنجح حكوم من بين كل الأجمات اللي شناع الحلفاء على خط جوستاف فعلى الجبهة الغربية اتمكنت قوات المشاوة الدبابات وقوات المظلية وقوات المغربية من عبور نهر جالريانو واختراك خط راينهارد والتقدم على ساحل البحر علشان يوصلوا لمدينة فورمية وتمكنت قوات فرنسية وأمريكية من عبور نهر يوريلد واختراك خط بيرنهارد عشان يتقدموا ناحية مدينة بطاقة على الطريق الرئيسي اللي بيؤدي لرومة مباشرة أما الجبهة الشرقية فتمكنت من عبور نهر رابيدو واختراك خط دفاعها للدلبرد والتقدم ناحية مدينة أوروكا اللي كانت بطاقة على نهر الليري وأهم إنجازات الهجوم ده كان من نصيب الفايلق التاني البولندي اللي هاجم مونتي كازينو وكانت قوات بولندية بتتألف من حوال 12 ألف جندي معظمهم من المحاربين القدامة في حروب سابقة وكان للبولنديين دافع خاص للقتل ضد الألمان اللي كانوا بيعانوا منهم من غزوهم لبلادهم سنة 1939 وكان عندهم شعار بيقول روما أولا ثم البولندا وشنت قوات بولندية يقوم شجاه على مونتي كازينو رغم إطلاق النور الشديد من المدافع والرشاشات الألمانية وتمكنت قوات بولندية من الوصول لقمة التل ورفع العلم البولندي فوق الأنقاض وبعد كده انهار خط سينجر الألماني وانسحبت قوات المحور لشمال إيطاليا كان الهجوم ده هو الهجوم الحاسم اللي أنهى معركة مونتي كازينو وفتحت الطريق لإنهاء الحرب في إيطاليا ودخلت قوات الحلفاء لرومف 4 يونيو 1944 وأعلنت تحريرها من الاحتلال النازي خسائر الحلفاء بلعت حوالي 14 ألف جندي بين قتيل وجريح وأسير أما خسائر المحور كانت حوالي 10 ألف جندي الجدير بالذكر أن القوات المغربية اللي شاركت في المعركة تعتبر رأس الحربة في انتصار الحلفاء لأن بنيتهم الجسدية القوية وعورة المناطق اللي كانوا عايشين فيها خلى عندهم الأدرة لمواجهة المنحدرات الجبلية على طول خط جوستاف ما بقاش فيه غير إن أشكرك لو وصلت للنقطة دي من الفيديو وبطلب منك الدعم سواء بلايك أو شير أو الانتساب لعضوات القناة أو من خلال خاصية الشكر أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم أشوفك في فيديو جديد